طبعا المرجع في صفتين في صفة فقهية علمية وفي صفة سياسية قيادية من ناحية الزعامة أنه زعيم الشيعة مثلا أو المرجع الأعلى للشيعة هذه ما لا علاقة بالعلم يعني هو قد يكون زعيم سياسي حكيم مدبر مثلا فاهم بالسياسة ويعطي قرارات سياسية أو قرارات عسكرية مثلا هذه ما لا علاقة بالفقه الفقه مسألة والزعامة اللي واحد يصبح مرجع أعلى وإلا في عشرات مئات إذا مو ألاف الفقهاء والمجتهدين كلهم هؤلاء مسددين وكلهم يعني مدؤمين من الإمام المهدي وهم متضاربون وربما ما متصارعون ومختلفون فيما بينهم معقولة كلهم يحظون بالرضى الله وبتزديد الله وبرعاية الإمام المهدي مم معقولة إذن فبن ناحية الفقهية يجب أن نعرف أهل الخبرة هم الذين قد أنت تسأله من هو المجتهد يقولون لك فلان فلان مجتهد أو لا يقول نعم نحن نعرفه هذا مجتهد من هو الأعلم على فرض وجوب تقليد الأعلم من هو الأعلم يقولون لك فلان أعلم الأعلم فأنت تروح تقلده بسرعة قد ما يكون أصلا هذا عالم أصلا مو عالم مو مجتهد يعني مثلا الاجتهاد في درجات أهل الخبرة ما يسمون بأهل الخبرة قد يكون هذا اللوبيات أو مافيات أو أصابات أو جماعات أو هوامش أو حواشي يدعون إلى واحد معين أو هذا عالم هذا مجتهد مجتهد كبير من تجي إلى تسأله سؤال ما يعرف يجاوب لا بالفقه ولا بالأصول ولا بالعقيدة ولا بالتاريخ ويمكن يطلع لك واحد من حرف عقيدة من عقائد الغلاد المفوضة أو المفضلية أو الخطابية أو كذا وكذا فعقيدة مخربت أساسا وباني على عقيدة مسائل أصولية ومسائل فقهية بعدين كيف نعرف أنه هذا فعلا مشتهد أو هو مشتهد غير نطلع على يعني الآن تركونه من أهل الخبرة قد نطبقة واسعة من المثقفين في العراق والعالم الإسلامي بإمكانه منشوفه أن هذا الرجال باحث محقق مدقق من يتكلم عنده علم وعنده أدلة ويتكلم بمنطق يعني وواحد يشوفه كلمتين 300 ألف يتكلم مرة وحدة هذا العالم المحقق أن حرير يصبح هذا جاهل أو ليس عالماً ويشككون باجتهاده ودائماً موجودة بالحوزات الفتاوى مضادهم وصراع الفتاوى أنه هذا ليس بمجتهد ولو يقتل نفسه فلان فلاني ما يمكن يصير مرجع لماذا؟ لأنه ذول الجماعة اللي بالحوزة ما يرشحوا وما يقبلوا وما يردوا يردوا من خط معين من خطهم ويلف حواليهم وبالتالي يجون يسوي لك دعاية لواحد عالم كبير وهذا أعلم العلماء طيب وين ألمه؟ وين ألمه؟ ومو أن أعلميته؟ تركونه من الأعلمية ألمه وين؟ تسأل السؤال ما يجاوبك لا بالعقيدة لا بالتاريخ لا بالدين لا بالقرآن لا بالفقه لا بالأصول وبعضهم بعدين يقول لك احنا لازم نقلد بهذه الأشياء نقلد بالأصول وبالعقيدة وبالتاريخ وبالرجال وبكل شيء احنا نقلد كما قال السيد محمد الشرازي اللي خمسين سنة هو مرجع مرجع وناس قلدوا بالملايين بعدين يطلع لك هو يقول لك أنا ما مشتهد فقط في الروايات والفقه أما لا في الأصول ولا بالعلم الرجال أنا أقلد بالأمور ولا في العقيدة حتى بعقيدة ما مشتهد ومؤلف ألف كتاب وصير علامة الزمان فكيف تعرف لازم هال طبقة المثقفة اللي هي يعني تقدم لأسئلة أي واحد مرشح جديد والمرجعية ما رأيك بالعقيدة الفلانية ما رأيك بموقفك من الأي أمة مثلاً ما موقفك بالإمام الثاني عشر هل لديك أدلة ألمية قوية تثبت وجود الإمام الثاني عشر اللي بعدين أنت تدعي أنك نائب إلى أو أنك مثلاً وكيل الإمام أو أنت مسدد من هذا الإمام هذول المشايخ اللي يتفضلوا وقالوا المراجع والمرجعية مسدد من قبل إمام مهدي هل بحثوا أصلاً هذا الإمام المهدي الثاني عشر موجود حقيقتان أو شخصية فرضية مفترضية شخصية وهمية هم محققين ممدققين بس يقول لك إمام مهدي يرعى المرجعية ويسدد المراجع طيب أي إمام مهدي هذا